تعرفون من يقاتل أيضاً مع حفتر؟ ناس لحاهم هكذا المداخلة المداخلة هذون ينسبون نفسهم إلى السلفية والسلفية بريئة منهم تماماً المداخلة هؤلاء مرسي الرئيس المنتخب كانوا يعتبروه يمكن الخروج عليه لازم يخروج عليه أي رئيس منتخب أي رئيس مدني ممكن الخروج عليه أي مجرم يجب دفاع عليه الآن يقاتلون مع حفتر طيب بالمنطق نتاعكم هاو السراج ولي أمر لا ما يقول لش ولي أمر علاه حدث المخابرات السعودية قالت مش ولي أمر المداخلة في النهاية المطاف صناعة مخابراتية سعودية أدت إلى كوارث ورمعنا في الجزائر مثلاً اليوم أحد كبراهم جاء يقال لك أن هذا يناير بدعة ولا يجوز دعنا نفترض أن ما قولك صحيح أنت قبل شهر كنت تقول شهر ونص كنت تدعو بأن الانتخابات واجبة وفرض واجب أن يسبب الناس لانتخابات وأنت تعرف أنها مزورة ومزيفة الانتخابات لهي أنت المفروض باعتبارك مدخلي أنت هذه الديمقراطية كفر عندك والانتخابات هي قلب الديمقراطية لا الديمقراطية كفر ويناير كفر بالصحرح تخبو تبون لجيبن العسكر نعم على لأن الفتاوي تأتي بالاتصالات بالأوامر ما ترك المداخل بلد إلا وقاتلوا فيه مع الطغاة وقاتلوا فيه مع المجرمين وأفتوا فيه بقتل المصلحين وقتل الشرفاء والأحراء لأنهم باختصار بسيط لا علاقة لهم بالإسلام اللهم إلا اللحية والقميص الذين يلبسونها كذبا وزعما بكل ألم بعض الناس يعتبرونهم سلفية لا علاقة لهم سلفية سلفية في الحقيقة خمسة وعشرين مرة أخونا عباس عروا والبروفيسور عباس عروا وعمل دراسة تذكر فيها خمسة وعشرين نوع من السلفية أبشع نوع أجرم نوع هو اللي قال أحدهم أحد كبراءهم قال لك لو ترى الحاكم أمامك كل يوم يشرب الخمر وعزكم الله يزني في التليفزيون مباشرة ما عليك إلا أن تسمع وتطيع هل هذا هل بقي شيء من الدين بعض إخواننا كانوا قالوا لي مرة ما تكلمش عليهم والمهم التركيز وكانت أنا يا إخواني أنا لست سياسي باحث عن السلطة ولست حزبي باحث عن شعبية ولست وإلا كنت أشياء كثيرا مرة عليها واش داني نتكلم على إيران خلينا نربح شوية المتشيعين الجزائريين اللي معاهم واش داني نحكي على فوتين خلينا نربح شوية القومجيين اللي معاهم واش داني نحكي على فرنسا خلينا نربح شوية المخلوعين بحكم فرنسا وبحكم ماكرون وبالإليزي لا أنا ما أؤمن به ما أعتقد أنه الحق أقوله بغض النظر عن موقف الآخرين مني أنا لا أبحث لا عن سلطة ولا عن مركز ولا عن دنيا ولا على ومن تخلى عليها هو عمره 32 سنة مش هيتربحة عليها وهو يقترب من الستين الآن أتمنى أني أبقى دائما أن لا أخاف الله لوم تلائم بكل أسف وألم هؤلاء المداخلة شر مطلق على الأمة وعلى الشعوب وعلى الأوطان ويجب أن يقال لهم هذا الكلام ويجب أن يواجهوا به لأن غدوة لقدر الله ممكن تجدهم حاملين سلاح ضد المنتخب في الجزائر لأن المخابرات السعودية قالت لهم أن يفعلوا وذلك دخلت عليهم مخابرات أخرى مش غير مخابرات السعودية كل مخابرات الأرض تلع تعبث بهم